موسيقى طبعاً إحنا العروض بتاعتنا النهاردة فيها مختلفة من الشركات في ناس هيكلمون عن السيستمز نفسها في ناس هيكلمون عن التوقيع الإلكتروني لأن الفاتورة الإلكترونية هي منظومة متكاملة من أكثر من عنصر هيكلمنا دلوقتي الروعي البلاتيني شركة إيجبت ترست منص محمد كيوان تفضل عن التوقيع والختم الإلكتروني ودعمه للمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسم الله الرحمن الرحيم بشكر حضراتكم على الحضور وبوجه الشكر للغرفة على تنظيم المبادرة الرائعة دي أننا نلتقي جميعاً في هذا اللقاء النهاردة بنتكلم على مشروع أو تطبيق الفاتورة الإلكترونية وده في الحقيقة مشروع قومي بيخدم رؤية الدولة ناحية التحول الرقمي لرفع كفاءة الخدمات اللي بتقدم للشركات خاصة وأنا في الحقيقة أسمحولي النهاردة أن أنا أتكلم عن التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني كأداة مهمة لتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية في الحقيقة أن الفاتورة الإلكترونية مرت بأكتر من مرحلة نحن النهاردة بنتكلم على الملحرة السابعة الحمد لله بفضل الله قدرنا في المرحل الستة الأولى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية أننا نعدي بنجاح بالمشروع هذا نحن كشركة بنقدم التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني اللي هو أداة مهمة زي ما أنا قلت في تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية هحكي لحضراتكم النهاردة شوية عن مشروع التوقيع الإلكتروني التوقيع الإلكتروني هو الألية المتاحة طبقاً للقوانين المصرية اللي بتمكن من تقنين المعاملات والخدمات طبقاً للقوانين المصرية وهو الوسيلة الإلكترونية الحالية المتاحة اللي نقدر نعمل بها إلزام لأي محرر إلكتروني في الآخر الفاتورة الإلكترونية هي محرر إلكتروني علشان نضيف لي حجية قانونية محتاجين أن نستخدم الختم الإلكتروني للشركة خلينا أقول لحضراتكم سريعاً مشوار الختم الإلكتروني بدأ إزاي في مصر في الحقيقة أن خدمة الختم الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني بدأت سنة 2004 بإصدار قانون التوقيع الإلكتروني وده كان لو حضراتكم تتذكروا كان فيه مبادرة حاسب لكل بيت اللي هو كان الحكومة المصرية بتهدف أن يبقى فيه خدمات إلكترونية متاحة عبر الإنترنت فكان فيه مبادرة حاسب لكل بيت اللي انطلق معها قانون التوقيع الإلكتروني وكان الهدف هو تطوير خدمات الحكومة المقدمة للمواطنين أو للشركات اللي تصبح في صورة رقمية أو في صورة إلكترونية في الحقيقة إيجيب ترست بدأت مشوارها سنة 2006 بالحصول على الرخصة التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني وإحنا حالياً الشركة الوحيدة في مصر اللي نشاطها هو فقط تقديم الخدمة دي وإحنا بنفخر بكده ننفرد أن احنا الشركة الوحيدة اللي نشاطها واستثماراتها ومواردها البشرية كلها موجهة فقط لخدمة تطبيق الختم الإلكتروني اللي بيستخدم في الفاتورة الإلكترونية في ظل التوجه نحو رقمانة الخدمات دلوقتي بالنسبة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين زي مصر الرقمية أو للشركات زي مثال التطبيقات الخاصة بالشمول المالي للشركات زي الفاتورة الإلكترونية هيصبح استخدام الختم الإلكتروني أداء مهمة جداً للخدمات الإلكترونية المتاحة للشركات وفي الحقيقة أن فيه خدمات أخرى قادمة غير الختم الإلكتروني زي خدمات التأمينات الاجتماعية وخدمات أخرى قادمة لاستخدام الختم الإلكتروني وده بيضع على كهلنا كشركة بتقدم الخدمة عبء كبير جداً أن نقدم خدمة على مستوى عالي للشركات في الحقيقة أن الفاتورة الإلكترونية كمشروع أو كتطبيق هو نقلة كبيرة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي الذي تهدف له الحكومة وكان نجاح المشروع ده في البداية بيعتمد على إصدار قرار من وزير الاتصالات بتحويل خدمة التوكال الإلكتروني من خدمة متاحة للأفراد تصدر الأفراد الطبيعيين فقط إلى خدمة أيضاً بتصدر إلى الأشخاص الاعتباريين اللي هي الشركات وتكون هي بديل عن الختم الضريبي اللي بيستخدم لختم الفاتورة يكون الختم الإلكتروني هو بديل للختم الضريبي اللي بيستخدم للفاتير الورقية ويتم استخدامه للفاتورة الإلكترونية وكان فيه تعاون كبير جداً في بداية المشروع أنا قلت أننا أنا قلت أننا كان في مراحل ستة لتنفيذ المشروع نحن في المرحلة القادمة هي المرحلة السبعة نحن قدرنا في المراحل الستة أننا نطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية والختم الإلكتروني لجميع الشركات اللي انضمت للمراحل الستة الأولى كان فيه تعاون كبير بين شركة إيجيب ترست وبين إتيدا وبين مصلحة الضريب علشان إصدار الختم الإلكتروني في بداية مشروع الفاتورة الإلكترونية وكانت إيجيب ترست أحد شركاء نجاح الفاتورة الإلكترونية لأننا كنا أول شركة في مصر أصدرت الختم الإلكتروني للشركات النهاردة بقى كل شركة محتاجة أن هي تصدر الختم الإلكتروني مش بس عشان منظومة الفاتورة الإلكترونية لا فيه تطبيقات أخرى هتبقى متاحة للشركات إلكترونيا هتضطر أنها تستخدم فيها الختم الإلكتروني منظومة الفاتورة الإلكترونية بتوضح لنا أهمية قوة واعتمدية الختم الإلكتروني المرتبط بالشمول المالي والتحاول الرقمي في الدولة ودعم لعملاءنا أنا يمكن بنتهز الفرصة ووجودي مع حضراتكم أننا أعلن أن شركة إيجيب ترست هتتعاون خلال الفترة الجاية أو تم التعاقد مع شركة أورنج مصر لتقديم خدمات الفاتورة الإلكترونية والختم الإلكتروني من خلال جميع منافس بيع شركة أورنج على مستوى الجمهورية وإن شاء الله المرحلة القادمة هتشهد توسع أكبر في استخدام خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني خاصة مع بدء تشغيل العاصمة الإدرياء الجديدة اللي هتشهد تطور أكبر فيما كانت العديد من الخدمات واجعلها في صورة إلكترونية لحد ما إن شاء الله مصر توصل لبيبرلس أو زير وارك إن شاء الله كل التحية لحضراتكم ورمضان كريم وكل سنوات طيبين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة